بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين أنا لا أحب أن أتكلم عن نفسي ولكن بما أنك سألتني فالسائل له حق فأقول الولادة ولدت في بلدة الشماسية في شرقي القصيم حمى 1354 للهجرة ونشأت فيها نشأتي الأولى قرأت في الكتاب على إمام إجامع في ذات الوقت حمود بن سليمان السلال رحمه الله وكان حافظا للقرآن مجيدا حسن الصوت مجودا للقرآن فقرأت عليه القرآن حتى ختمته نظرا ثم تعلمت عليه الخط فأصبحت قارئا كاتبا ولله الحمد وكان في ذات الوقت في بلدتنا قل من يقرأ الكتاب ويكتب ما عدا إمام المسجد ونفرا قليلا من المتعلمين ثم في سنة 1368 ثمانية وستين في شهري في شهري ذي الحجة في شهري ذي الحجة فتحت المدرسة الابتدائية الشماسية فكنت من أول الملتحقين فيها فأتممت تعلم القرآن بالتجويد وتعلم الخط والحساب حتى وصلت إلى المستوى سنة الثالثة الابتدائية ثم أشار علي مدير المدرسة هنا ذاك الأستاذ محمد بن سليمان المقبل رحمه الله أن أتحق بالسنة السادسة الابتدائية في المدرسة البيصلية في برايدة وقال إن بقاءك في هذه المدرسة هيؤوقك كهيرا فقبلت المشورة والتحق في السنة السادسة وأنا في المستوى الثالث الابتدائي والتحق في السادسة وأعانى الله سبحانه وتعالى فتخرجت منها وللت الشهادة الابتدائية في عام 1371 يعني مدرسة المشيخ الخامسة هو الرابعة هذا يسمونها القافل لأن بحكم أني متعلم من قبل فتح المدرسة الكتابة والقرآن وهو عندي مصالعات في ختب فكان عني نوعا من الحصيلة فأعانى الله سبحانه وتعالى والتحق في السنة السادسة قافزا من السنة السادسة لابتدائي تخرجت منها بتفوق ولله الحمد في عام 1371 للهجرة تعينت بعد ما مدرسا في نفس المدرسة مدرسة بلدي أدرست سنتين يعني مجعتني بشماسية أو بفصلية لا لا بشماسية نعم بشماسية المدرسة التي بدأت الدراسة فيها والبلد الذي نشأت فيه ففي سنة 1373 فتح المعهد العلمي في بريده فكنت من أول المتحقين فيه وتركت التدريس الابتدائي فأكملت الدراسة المتوسطة والثانوية بتفوق ولله الحمد تخرجت منه عام 1377 بشهادة الثانوية المتضمنة طبعا للمتوسط كان مدير المهد آنذاك الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله العالم المشهور صاحب الرحلات الأمين العام الآن المساعد لرابقة العالم الإسلامي وكان من زملاء عدد كثير كان منهم عدد كثير بالأبرز الكتب التي كنتم تدرسونها عن ذاك درسنا الكتب المقررة في النحو الواضح للشيخ علي الجارم في السنتين الثانية وفي السنتين الأولى والثانية السنة السادسة وما بعدها درسنا الألفية ألفية ابن مالك حتى أكملناها في السنة الخامسة من المعهد وبالنسبة للمدرسين أنا ذات هذا بالنسبة للنحو بالنسبة للفقه درسنا جاد المستقنع على حضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي رحمه الله وكذلك في التوحيد قرأنا عليه في كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية على نفس الشيخ رحمه الله وقرأنا في ثقية العلوم الحديث والتفسير والبلاغة والأجب على الأساتذة المصريين المنتدبين للتدريب في هذا المعهد آنذاك نعم نعم بارك الله فيكم وعد ذلك أنت سألت سؤالا عن المدرسين المدرسون الذين درسنا عليهم في المعهد هم كما ذكرت لكم على رأسهم الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي رحمه الله والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله الشيخ علي شباط الأزهري في النحو والبقية لا تحورني أسمعهم لكثرتهم وأيضا لأنهم لا يستمرون يدرس الواحد السنة ثم يذهب يأتي آخر وهكذا لكن الذين داومنا معهم هم أولئك ثلاثة نعم هل تذكر من زملائكم أحد الآن الشيخ؟ والله يذكر منهم الأحياء وأموات رحمه الله يذكر منهم الشيخ سليمان العبودي أخى الشيخ محمد الناصر العبودي وقد توفي رحمه الله الشيخ السلطان العرفة أيضا توفي رحمه الله الشيخ إبراهيم الدباسي الأستاذ المعروف حفيظه الله بقية يعني زملاء لكن هؤلاء من أبرزهم الشيخ عبد الرحمن الجرالله قابل تمييز في مكة الشيخ صالح القرعاوي رحمه الله قابل تمييز في مكة وهكذا يعني لنا زملاء كثيرون نعم وبعد أن حصلتم على الشهادة الثنوية من معهد بريدة إلى أين اتجهتم حفظكم الله؟ تجاهنا إلى الرياض لأنه ليس هناك كلية نواصل فيها الدراسة في ذلك الوقت لتخصصنا إلا كلية الشريعة أو كلية اللغة في الرياض هما الكليتان الوحيدتان في رئاسة خاصة أما رئاسة الكلية والمعائد في رئاسة المشاعر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ونائبه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم رحمهم الله جميعاً تحقته لكلية الشريعة في سنة ألف وثلاثمائة وثمان وسبعين واستمرت الدراسة فيها إلى عام ألف إلى عام ألف ثلاثمائة وثمانين وثمانين وقبل التخرج احتاجوا إلى مدرسين فأخذونا من السنة الرابعة في معهد قبل أن نكمل درست في معهد الرياض وأنا في نفس الوقت أدرس في كلية الشريعة أدرس وأدرس في هذه السنة حتى تخرجت من كلية الشريعة عام ألف وثلاثمائة وثلاثمائة وثمانين نعم بارك الله فيكم أيضا لو سألنا عن الدراسة الكلية في كلية الشريعة ومن كان من زملائكم أو من المدرسين حسبكم الله أدركنا فيها مشايخ أجلة درسنا عليهم من أهل نجد منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله منهم الشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله الشيخ عبد الله بن صالح الخليطي رحمه الله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العالم المشهور صاحب الله البيان هؤلاء والشهد الرزاق عفيبي رحمه الله هؤلاء من أكبر من أدركنا وأخذنا عنهم أخذنا كذلك عن المدرسين الأساتذة المصريين الأزهريين رحم الله من مات منهم وغصق وحفظ من بقي منهم أذنى عنهم في النحو والبلاغة والحديث والتفسير وعلوم اللغة نعم بارك الله فيكم معالي الشيخ صالح عبد الفوزان الفوزان تتحدثون أيضا عن مرحلة الطلب أنا ذات في ذلك الوقت كيف كانت كيف كان الحصول على الكتب كيف كانت أيضا أوقات الدراسة في ذلك الوقت أما الحصول على الكتب فولاة الأمور حفظهم الله وفروها لنا يطبعونها ويوزعونها علينا بالمجان بل ويعطوننا مراجح أيضا زائلة عليها للتوسع في المطالعة والثقافة تصعف لنا من المستوذى الحام فالكتب كانت موفرة ولله الحمد وججى الله عنا أولاة أمورنا حير الجزاء وأما وقت الدراسة فكان ذاك الوقت وقت الصفة ما فيه مكدرات ما فيه فضائيات ما فيه شواغل وكنا متفرغين للدراسة وكل وقتنا للدراسة الدراسة في النهار في الكلية والدراسة في الليل للمراجعة وليس عندنا شواغل أبدا إلا الدراسة وكنا موفرين الوقت على الدراسة في الليل والنهار حتى يسر الله سبحانه وتعالى لنا التخرج بل ما كان هناك كهرباء في ذاك الوقت ما عممت الكهرباء على الرياضة كنا ندرس على السرج العادية فبقيت وأدرس للمعهد وأدرس على طبيعة في الأول حتى أكملت دراسة في هذه السنة ولله الأمر بتفور ودرست المعهد بعد تخرجي من الكلية سنة ثانية يعني درست المعهد العلمي سنتين سنة قبل أن أتخرج وسنة بعد التخرج ثم إنهم أخذوني للتدريس في كلية الشريعة بعد سنتين في المعهد واستمر التدريس في كلية الشريعة إلى عام 1395 تقريباً 1395 تقريباً فتحت الدراسات العليا تحولت الكليات إلى جامعة كما لا يقتاكم جامعة الإمام فتح هذه الدراسات العليا فأخذت للتدريس في الدراسات العليا من كلية الشريعة ثم إني نقلت إلى التدريس في المعهد العالي للقضاء ثم نقلت من التدريس إلى إدارة المعهد العالي للقضاء ثم لما تمت مدة الإدارة أن مدة الإدارة هي على فترة كل فترة ثلاث سنوات فأكملت في ست سنين في إدارة المعهد العالي للقضاء ثم خذت إلى التدريس في نفس المعهد العالي للقضاء ثم نقلوني إلى دار الإفتاء عضواً في اللجنة الدائمة وعضواً في هيئة كبار العلماء ولا أزال على رأس العمل والحمد لله عم كم تم تعينكم ونقلكم إلى هيئة كبار العلماء هي تقريباً ألف واربعمائة وسبع نعم بالنسبة لدراستكم في الماجستير ما هو كان عنوان الرسالة؟ الرسالة كانت في الفرايض عنوانها التحقيقات المرضية في المباحث الفراضية وهي رسالة مطبوعة الحمد لله وبالنسبة للدكتوراه الدكتوراه أيضاً في نفس التخصص في الفقر سجلته في الأطعمة ما يحل منها وما يحرم بالأدلة والرسالة مطبوعة الآن والحمد لله نعم بارك الله فيكم رحلة علمية وعملية موفقة بإذن الله سبحانه وتعالى ونسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موزيني حسناتكم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في ليالي رمضان ويأتي هذا اللقاء هذا الشهر الفضيل المبارك كيف كان يمر عليكم أثناء دراستكم وأثناء أيضاً طلبكم العلم وكيف كانت أحوال الشباب أنذات في رمضان كنا في أول الدراسة تنتهي الدراسة في بداية شعبات ويكون رمضان في العطلة هذا في أول الدراسة الابتدائية والمعهد وفي آخر سني المعهد السنة الخامسة من المعهد أدخل رمضان في الدراسة فكنا ندرس في شهر رمضان في السنة الخامسة من المعهد حام 1377 هذه أول سنة درسنا في رمضان ومتى كان يبدأ اليوم الدراسة في رمضان كان يبدأ اليوم الدراسة في رمضان بعد الفجر بعد الفجر وننتهي قبل الظهر وكان وقت النشاف ووقت البراد ونرتاح بعد الظهر إلى العصر فكان فكان لا صعوبة في الدراسة لأن نبدأ مبكري وننتهي مبكري وليس فيه سهر وليس فيه سهر نعم فكان ذاك الوقت يعني الدراسة مع الصيام متوائمة جدا كنت تقضي من تلك الأيام في شهر رمضان الموارد سواء كانت الليالي أو في النهار أنا بعد ما تخرج وانتهيت من مشعلة الدروس والمذاكرة حين ذاك أقبلت على حفظ القرآن ولله الحمد فحفظته في سنتهم تقريبا والحمد لله وكنت في العطلة في العطلة من يوم كنت في الطلب وأنا أستغل العطلة للمطالعة في الكتب المطولة والردود لتتسع العلوم والإطلاع فأجد في ذلك لذة ولله الحمد فكنت أسره وقت العطلة في المطالعة التي يسمونها المطالعة الحرة وكان أكثر قراءتي في العقايد وفي الفقص نعم لو نقلت لنا مع الشيخ الصالح سورة من سور المجتمع أنذاك في شهر رمضان المبارد كيف كانوا يستقبلون رمضان كيف كانوا يعيشون أيام ويتبادلون التهاني بقدومه والله كما ذكرت لكم كان في ذاك الوقت من فتح على الناس باب التجارة الباهثة الآن التي أشعلت أكثر الناس وصاروا يجرون وراءها ليلا ونهارا من كانت تجارها معتدلة كانت تجارة معتدلة وكانوا قانعين في ما يحصلون عليه من الربح ومن المال وليست هناك فضائيات ولا قنوات ولا إنترنت ولا ما يشغل الناس في ذاك الوقت اللهم إلا الإذاع عند بعضهم ما كلهم أيضا يستعمل الإذاع فكانوا في فراغ في وقتهم وفي بالهم وأفكارهم وكانوا إذا أقبل رمضان يستقبلونه بالبشر والسرور وكانوا يقومون مع الإمام ويصلون التراويخ والتهجد في آخر رمضان ولا يتركون من الصلاة شيئا مع الإمام إذا رأيتهم في التراويخ أو في التهجد تظنهم في الفريضة صلاة الفريضة لا يتخلف أحد من جماعة المسجد وكانوا في النهار يتلون القرآن من حين يصلون الفجر يقرؤون القرآن إلى أن ترتفع الشمس والمساجد ملأة ولها دوي بقراءة القرآن ثم ينصرفون وينامون قليلا يرتاحون ثم يذهبون إلى أعمالهم ثم يذهبون إلى أعمالهم يأتون وقت الظهر ويبكرون للمسجد ويقرؤون القرآن ثم ينامون بعد الظهر ثم بعد العصر يقرؤون القرآن من صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس هكذا كان دأبهم المساجد دائما ملأة بالشباب وبالشيوخ والكبار كانوا يملؤون المسجد ولهم دوي بقراءة القرآن قد لا تجد لك مكانا في المسجد نعم بارك الله فيكم عودا على بدوى الحديث عن إنتاجكم العلمي ومؤلفاتكم بارك الله فيكم لكم مؤلفات ويعرفها الكثير ولكن تذكيرا ببعض منها والأهم منها وكذلك نشاطكم الإعلامي حفظكم الله وكيف ترى أهمية المشاركة الإعلامية سواء كانت في الصفة أو في الإداءة المؤلفات أنا ما كان لهواا للمؤلفات لأني أرى أن دون ذلك ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكونت أسباب للتأليف منها أولا أني كلفت بوضع مناهج بتأليف كتب لمناهج الدراسة يعني كلفت بتأليف كتب لمناهج الدراسة في المعهد العلمية في الفقر وفي التوحيد ثم أيضا صار لي برامج في الإداءة برامج في الإداءة فمثلا شرحته كتاب جاد المستقنع في الإداءة وأضوى على فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية على يعني المجلدات الأولى المتعلقة بالعقيدة وأيضا قمت بإعداد برنامج في الإداءة في الفقه عموما يعني لا بكتاب مخصص اسمه من الفقه الإسلامي فكتبت فيه حتى أنهيت الفن فتكون من ذلك كتب فرغت من الأشيطة مثل الملخص الفقهي ومثل أضوى من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية ومثل شرح جاد المستقنع كلها طبعت ولله الحمد ومنها شيء في الردود مثل الرد على كتاب الحلال والحرام للشيخ نوسف القرضاوي الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام هذا لفته تعليفا وقرأته على سماحة الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله حتى استفدت من علمه وتهديده في الكتاب وبقية الكتب من هذا النمط إنما قد تكون برنامج في إذاعة أو منهجا دراسيا أو ردا على شبهات أو نحو ذلك نعم كذلك كان لي دروس ولله الحمد في المسجد وكانت تسجل في أشريطه ثم يقوم بعض الطلبة جزاهم الله خيراً فيفرغونها ويكتبونها فأطلع عليها وأهذبها ثم تطبع هذا هو سبب ما يسمى بالتأليف نعم بارك الله فيكم رحلة عملية وعلمية موفقة بالله نفس الله سبحانه وتعالى ننفع بها الإسلام والمسلمين حقيقة معالي أشفيخ نحن في ختام هذه الحلقة فلعلكم تودون أن تودون رسالة للشباب للمحافظة على الوقت وخاصة في شعر رمضان المبارك وفي حياتهم كلها حذبكم الله والتواصل بين الشباب والعلماء والاستفادة من خبراتهم وعلمهم الشباب في الحقيقة هم عدة الأمة بعد الله سبحانه وتعالى تعتمد عليهم الأمة لأنهم هم الذين يخلقون آباءهم ويقومون بالواجب الواجب بعد آبائهم لأن هذه الدنيا أجيال يذهب جيل ويأتي جيل والمسلمون ولله الحمد لا يزالون يخلق خلفهم عن سلفهم بالقيام بهذا الدين بتعلم العلم وتعليم بالمحافظة عليه بالجهاد بسبيل الله في جميع نواحي أمور الدين والدنيا فالشباب هم العدة التي تعتمد عليها الأمة بعد الله سبحانه وتعالى فعليهم أن يعرفوا أنهم يهيئون لمستقبل ولمسؤولية تنتظرهم فعليهم أن يطرحوا الكسر وأن يطرحوا ضياع الوقت وأن يستغلوا وقتهم بالاستعداد للمستقبل الذي ينتظرهم للقيام بالمسؤولية عليهم أن يقبلوا على التعلم سواء كان التعلم في المدارس والدراسة النظامية أو كان التعلم على العلماء المعروفين في المساجد عليهم أن يحرصوا على التعلم من أصوله ولا يتعلموا على الكتب أو على المطالعات ويتركون الدراسة النظامية والدراسة على العلماء ويعتمدون على أنفسهم أو يتعلمون على أمثالهم أو يتلقفهم أشرار يحملون أفكار سيئة يغسلون أدمغتهم ويملؤونها بالأفكار الحبيثة كالتكفير وغير ذلك أو النقيض من ذلك في الإرحاد وبغض الإسلام كما هو معروف الآن من بعض الشباب وأن يلزموا طريق الوسط وطريق الاعتداد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا فاتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وليعلموا الشباب بالذات شباب المسلمين أنهم مستهدفون من الداخل والخارج لأجل إفساد أفكارهم وتحميلهم أفكارا سيئة ضد دينهم وضد مجتمعهم وضد ولاة أمورهم عليهم أن يحذروا من هذا قاية الحذر نعم 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 نعم